السلام عليكم و مرحبا بكم انا منتصر و انتم على قناة اوبتيمو كاستروار اليوم نقدم لكم تيتوانية المسمنة المسمنة عادة في القديم كانت تقابل ورقات التريذ التي تقلبها في الزيت او تدهام بالزبدة وتدخل الفران وتتحملها اليوم نقدمها بطريقة عصرية في الورقات الديون الديون حمره جيد بزبدة و حمره جيد و من بعد ارمشه في القصر و المجنة نسلق اللوز و نحمره اللوز يكون محمر في الزيت بطريقة عصرية و من بعد نحمره هذا اللوز سوف يتحمل بشكل نهائي و سوف يتم الهرمش بعد ذلك نعمل ثلاثة معلقة مزهر و ثلاثة مزهر و ثلاثة نحرك معها الفتات ورقة بطريقة و اضعه و نحرك و نضعه الوز و نضعه و نضعه و نضعه و نضعه و نضعه و يمكنك و تعدله من قمة و نضعه و اكبر و نضعه و نضعه و نضعه و نضعه و نضعه لأنه لأنه و نضعه انا طريقه في البواطا ونجبد منه حين نحتاج يعني حين مع الحريرة أو مع القهوة يعمل واحد شوية في التبصل ويأكلوا شوية بشوية بحل اي حاجة ولكن انا ما كان كورج كان عمله هيدا مفرفر ونجبه مقرمش في وسط البواطا ويأتي رائع كانت من هاتشهي وتعجبكم تجربوها في ديوركم فرصة سعيدة إلى اللقاء